وصلى عليه من طيبة نال الفضل ومات إبراهيم في العام الأخير نعم وانكسفت الشمس في هذا اليوم وقال بعض الناس أن انكسفت لموت إبراهيم رضي الله عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً في الناس وقال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ولا يمكن أننا نصنع ما يصنع اليوم الناس مما يقول البعض أنه يحدث كذا أو مثلاً يقول على الكسوف الخسوف أنها حوادث طبيعية ويخرج الناس للتصوير يعني قبل أيام حصل هذا عندكم مثلاً هنا في الكويت المفروض أن نلتجه ونصلي نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والاستغفار والصدقة حتى يكشف الله سبحانه وتعالى ما نزل هذا الذي نزل أما أننا يعني نخرج للتصوير وما سمعتم وهذا يمكن يتكرر ويصبح اللون كذا الصلاة والسلام إخواننا هذه السيرة نحن نريد بدراستنا للسيرة العمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا إخراجنا عن هذه السيرة بما ترى وتسمع في هذه الأيام نعم